قال الرئيس التركي راجب طيب أردوغان أن تركيا ستقدم وثائق لقضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة لأمم المتحدة بتهمة ارتكاب إبادة جامعية ضد المدنيين الفلسطينيين وفي حديثه للصحفيين في إسطنبول قال أردوغان أن تركيا ستواصل تقديم الوثائق ومعظمها الصور حول الهجمات الإسرائيلية على غزة مرجحنا إدانة إسرائيل تحقيقا لعدلة محكمة العدل الدولية